أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة تفرض حطمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من ميهول مارتن وزير الخارجية والدفاع لجمهورية إيرلندا لبحث تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة بأبعادها المختلفة وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية حرص على إطلاع نظيره الإيرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين حماس وإسرائيل للوصول إلى هدنة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار ومن جانبه أطلع مارتن الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع عدد من الدول الأوروبية بشأن النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر